وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفيل السرع الغذائية الأساسية للدولة مع السعي نحو زيادة مغزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه رئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع سمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ تسعيرات الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة توفير الارصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الاساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الاطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الاسية للدولة واكدا توفرها بالكمية المناسبة للمواطنين وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة اشهر كما طلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الاسعار في هذا الاطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة انتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم ذلك تسعيره على ان تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم من المخابز لضبط السعر مع قيم مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الاضافي لسعر اردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والاعلان عنه في اقرب وقت ممكن واضف المتحدث الرسمي انه في اطار دعم الفئات الاكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير استلع الغذائية منخفضة الاسعار اكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية موسيقى